بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة ميستر نورو المعلوميات سعيد أنا تواجد معكم في حلقة شديدة حلقة اليوم إن شاء الله سوف يتحدث في عن تصبيق يكون جميل وهو رافع الهواتف أمبريد أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا لا تنسى الضغط على زر اشتراك أسفل هذا الفيديو وتفعيل مع خاصية الجرس شيئة ثانية جميع روابط التطبيقات التي تحدث عليها سوف في هذه الحلقة وحلقات سابقة أيضا تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو هذا التطبيق يعطيك مجموعة من المهام تقوم بفعلها في خانة واحدة حيث إذا أردت مشاهدة فيلم قصير أو مسلسل أو مشاهدة أي فيديو في اليوتيوب ويستعمال الخاص بك على واتساب فيسبوك تستطيع من هذه الإيقونة الجميلة التي سوف تحدث عليها اختراع أشياء جدا رائعة تضغط على التطبيق حيث أن تقوم بعد تحميله مباشرة يعطيك بعض المعلومات عليها تعطيه هنا يعني جيرانت الناو يعني يدخل إلى الملفات الخاصة بك وبعدها مباشرة close بعد الانتهاء كما تلاحظ تعطيك هذه الإيقونة التي تكون flat أو عائمة تضغط عليها ضغطة واحدة هكذا يفتح يعطيك مجموعة كبيرة من المهام لاختيار أي من هذه المهام مثلا سوف نحن نجرب فيديو بلاير تستعمل فيديوهات خاصة بك تضغط عليها بعدها مباشرة تذهب إلى أي فيديو تريد أن تستعمله مباشرة تضغط الزر عليه واحدة يصبح الفيديو يعمل كما تلاحظ تستطيع استعمله في أي مكان تريد على هاتفك وأن تشاهد هذا الفيديو تستطيع الدخول واستعمال شيء آخر مثلا سوف نجرب على الفيسبوك تستطيع أيضا فتح حسابك على الفيسبوك وأنت تشاهد ذلك الفيديو عادي جدا كما تلاحظ بعدها مباشرة أيضا تستطيع دخول مرة أخرى وملاحظة الكالندر لظهورها معا أو على بعض انظر معي تصبح الكالندر من هنا فيسبوك أيضا من هنا ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بك من هنا تستطيع أيضا حتى يعني إضافة في الخاصة بالفيديو يعني الرسائز الخاصة بالفيديو هكذا تكبير الفيديو لتشاهده بطريقة أفضل لوضعه بشكل كامل تضغط عليه من هنا سوف ينفتح ويصبح بشكل كبير لإغلاقه تضغط على الإيقونة الحمراء من هنا من هنا هكذا كما تلاحظ يقوم بإيقابه مباشرة دخول مرة أخرى أيضا توجد هنا الإعدادات الخاصة به تستطيع ملاحظة الأشياء التي تريد أن تقوم بوضعها أشياء كثيرة تستطيع مشاهدتها على هذه الإعدادات كما تلاحظ أيضا شيء آخر جميل فيه كما أخبرتكم تستطيع استعمال عدة ملحقات بهاتفك وأيضا بطريقة جد بسيطة مباشرة منه أيضا يوجد حتى اليوتيوب نيو تضغط عليه تختار الفيديو الذي تريد أن تشاهده واستعمال شيء آخر عادي جدا مباشرة لإغلاقه كما أخبرتكم تضغط عليه من هنا لإغلاقه من هنا وإذا أردت وضعه كإيقونة الماسنجر التي تضغط على هواتف أندري تأتي إلى هذا الخيار تضغط تصبح من هنا عائمة هذه بالنسبة إلى تلك الإيقونة أيضا لو تضغط على الفيسبوك نفس الشيء تصبح إيقونة فيسبوك من هنا واستعمال أشياء كثيرة عليه إذا أردت فتح الفيسبوك تضغط من هنا إذا أردت فتح اليوتيوب تضغط عليها من هنا هذا هو التطبيق الجميل الذي أردت أن أشاركه معكم اليوم أتمنى أنه قد نال إعجابكم لو نال إعجابكم لا تنسوا ضغط على الزر النشر حتى تعوم الفائدة والمشاركة ومشاهدته الكثير من الأشخاص ولو نال إعجابك لا تحرمنا بالضغط على الزر إعجاب أسفل هذا الفيديو ليكون تحفيز إلى قناة مستر مورو المعلوميات وكما أخبرتكم في أول حلقة لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسوا ضغط على زر الاشتراك تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله حتى الآن أنتهي من هذا الشرح سوف أضرب لكم مبعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة